انتم شفتم هنا بهذا البرنامج وفي قناة التغيير تحديدا احنا كلش حريصين على العراق وعلى شعب العراق ممكن نختلف هنا ونختلف هناك نختلف على اساس المواقف وليس على اساس الشخصيات المشكلة الان السوشيل ميديا مفتوح على مصرعي كل واحد يقدر يطب وكل واحد يعلق اكو حالة خوف لدى شعبنا اكو قلق من القادم من المجهول لانه هناك بعض القنوات اللي تشتغل بفلوس بعض الصحفين المأجورين بعض الكتاب على السوشيل علقوا الدنيا العراق راح يضيع والعراق كذا وانه هذه العقوبات التي ستطال وستنتهي اخوان العقوبات التي طالت مصارف وبنوق وشخصيات هذه العقوبات حنيدة بعضا منها طال بنوق ومصارف لفاسدين نهبوا العراق نهبوا البلد حولوا الى خزائن خاصة بهم العراق لا يختزل بمصرف يعاقب العراق الكبير بكل خيراته لا يختزل بشخصية تعاقب بلد عدة يومية اربع مليون برميل يصدر بنظام ريد نبدي دولة ونقف على بناء الدولة هناك من يهول بابا لو تفتهم وتتحدث خلونا نثقوا في العالم وذا تعاقب المصرف الفلاني وذا تعاقب صاحب المصرف الفلاني وذا تعاقبت الشركة الفلانية ما تنهجم على راسه وراس الخلفة لانهم فاسدين بس لا ترعبون شعب بهذا المستوى لا تخوفون الناس بهذا المستوى حتى الناس تطمئن يا اخي كافي خلوا الناس شوية ترتاح اما الفاسد المصرف الفاسد والشركة الفاسدة والمؤسسة الفاسدة والطهر الفاسدة والسياسة الفاسدة خلي ينهجم على العقوبات على راسه وراس الخلفة